دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس السابع عشر أبواب المسجد مفتوحة لمن هذه البيوت الجديدة هي لمدير الشركة النجوم جميلة هذه الدروس سهلة في الهند لغات كثيرة أين الكتب الجديدة هي في المكتبة تلك السرر مكسورة الساعة اليابانية رخيصة هذه الحمر الحمير للفلاح أين كتب كن يا أخوات هي في الفصل هذه كتبي وتلك كتب أختي هذه مكاتب الطلاب في هذا الشارع فنادق كثيرة تمارين أجب عن الأسئلة الآتية أين الكتب الجديدة لمن هذه البيوت الكبيرة أأبواب السيارة مفتوحة أين أقلام المدرس أين الكلاب أين الحمير أين كتبك يا مريم أين دفاتر الطلاب أين الفنادق الصغيرة لمن هذه الأقلام الجديدة حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع مثال الباب مفتوح الأبواب مفتوحة هذا قلم جديد النجم جميل ذلك كتاب قديم ذلك البيت جميل هذا الدرس سهل ذلك الجبل بعيد هذا المكتب مكسور هذا مسجد جميل هذه ساعة رخيصة تلك الطائرة كبيرة هذا طالب جديد ذلك الرجل عالم كبير هذا النهر كبير ضعف الأماكن الخالية فيما يلي أخبارا مناسبة البيت النجوم الباب القلم البيوت الأبواب السيارات المنديل الفنادق الطلاب القمصان هاتي جمع هاتي جمع الكلمات الآتية باب باب بيت بيت نجم قلم حمار يَقَ سَرِيرُ تَعْرُ نَهْرُ سَيَارَةٌ كلب طائرة درس بحر كتاب قميص دراجة حقل جبل الكلمات الجديدة الشركة الجمع شركات مدير الشركة رخيص القميص الجمع قمصان شكرا 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 شكرا